مرحبا مساء الخير لكم جميعا في عنا في البداية تحذير مهم جدا للجميع بحسب ما نشرت وسائل الإعلام لألمانية في بعض العيادات الطبية بألمانيا عبتفرض غرامة مالية على إلغاء المواعيد بشكل غير مبرر بعض العيادات الطبية بألمانيا عبتفرض غرامة مالية وقدرها 40 يورو عند إلغاء المواعيد بدون وجود مبرر بدون سبب مقنع في بعض الناس عبتسبب مشاكل للعيادات يعني بتصلوا بيأخدوا موعد وبعدين برجعوا بلغوا الموعد وبيرجعوا بيأخدوا موعد تاني وبعدين برجعوا بلغوه قبل وقت قصير فبالتالي البعض عبتسببوا مشاكل وإزعاجات للعيادات الطبية بألمانيا وزير الصحة الاتحادي كال لوتبخ متفهم لموقف العيادات ولكن بنفس الوقت هو يضد فرض غرامة مالية على المرضى فبالتالي كحل وسط عبي طالب المرضى بإلغاء المواعيد قبل مدة معقولة وليس قبل مدة قصيرة فحبيت نبهكم لهذا الأمر ممكن بعض العيادات في المستقبل تفرض عليكم غرامة مالية في حال قمتوا بإلغاء المواعيد قبل وقت قصير وبدون وجود مبرر ننتقل لخبرنا الثاني بفيديو اليوم انتهت البارحة قمة اللجوء بين أحزاب إشارة المرور الحكومة الاتحادية والمعارضة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بدون نتائج طلع زعيم المعارضة فريدري شمياتس من الاجتماع غاضبا وتحدث عن فشل القمة وبأنه هنن غير مستعدين مرة ثانية للتفاوض مع حكومة إشارة المرور واتهم حكومة إشارة المرور بأنها غير مستعدة للقيام بما يكفي للحد من الهجرة غير الشرعية زعيم المعارضة فريدري شمياتس عابي طالب بتجميد استقبال اللاجئين بألمانيا بشكل مؤقت يعني رفض استقبال جميع اللاجئين من على الحدود الألمانية وعابيقول بأن هذا الأمر ممكن قانونيا من خلال فرض حالة الطوارئ الوطنية ولكن حكومة إشارة المرور رفضت هذا المطلب فما بد حكومة إشارة المرور تفرض حالة الطوارئ لأن هذا الشيء رح يؤدي لغضب واستياء في الدول الأوروبية الأخرى بحسب كلامهم وفعلا طبعا النمسا هددت يعني بفرض حالة الطوارئ أيضا في حال فرضت ألمانيا حالة الطوارئ فهنين كمان بدون يفرضوا حالة الطوارئ بالبلاد ويسكروا حدودهم ويمنعوا دخول اللاجئين وحتى كمان بولندا دولة جارة لألمانيا عبرت اليوم عن رفضة لاتخاذ قرار بألمانيا برفض استقبال اللاجئين من على الحدود فبالتالي الدول الأوروبية غير متفقة مع ألمانيا بهذا القرار ويهدد ألمانيا بفرض غرامات تصل لمئات الملايين من اليورو كما تم فعله مع المجر في مرحلة سابقة لما سكرت المجر حدودة ورفضت استقبال اللاجئين فتم معاقبته بمئات الملايين من اليورو من قبل الاتحاد الأوروبي فيذكر ألمانيا بهددوها بنفس هذا الأمر بأنه ما بصير تفسروا القانون على كيفكن وتسكروا الحدود وخاصة أنه هذا الشيء رح يدي كمان لقيود كبيرة في منطقة الشينغن على حركة البضائع والشحن والسفر والتنقل والحكومة الألمانية ردت كمان على اتهامات المعارضة على اتهامات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنهن بعد هجوم زولينغن قاموا بإطلاق حزمة صارمة من الإجراءات وحتى كمان رح يقوموا بتوسيع الضوابط الحدودية لتشمل جميع دول الجوار وسيتم رفض مجموعات معينة من اللاجئين ولكن لن يتم رفض كل اللاجئين كما طالب حزب الاتحاد والمستشار الاتحادي تحدث بأن ألمانيا لديها حدود بطول 3800 كيلو متر فبالتالي على الرغم من الضوابط الحدودية الواسعة وعلى الرغم من تشديد مراقبة الحدود فالإرهابيين إذا بدهم يدخلوا لألمانيا فبلاءوا طريقة للدخول فبالتالي لا يمكن ضبط الحدود بنسبة 100% ولا يمكن فرز اللاجئين على الحدود يعني ما بدهم يعرفوا مين إرهابي مين غير إرهابي فهذا الأمر غير ممكن فرز اللاجئين على الحدود هو أمر غير ممكن فحبيت حتكم بصورة آخر التطورات يعني ما في نتائج ملموسة للساعة المختلفين تم رفض حالة الطوارئ وبالتالي لن يتم رفض جميع اللاجئين من على الحدود ولكن سيتم توسيع الضوابط الحدودية ورفض مجموعات معينة فقط من اللاجئين تحدثت عنهم في فيديوهات سابقة فيكن ترجعوا لقبل بفيديوهين ثلاثة تحدثت عن الموضوع بشكل تفصيلي كان معكني الهام بوزان تبو بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء